منطقة وادي برد يصري فيها ينبوع رئيسي تستمد منه العاصمة دمشق معظم امداداتها من المياه وتبعد عنها نحو 18 كم تضم منطقة وادي برد قرابة 13 قرية تقع على طول الطريق الواصل بين دمشق والزبداني يقتنها قرابة 130 ألف نسمة معظمهم نازحون من مناطق أخرى تسع من هذه القرى تحت سيطرة كتائب المعارضة وتشهد حصارا كبيرا من كل المحاور من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني منطقة وادي برد هي امتداد جغرافي لمنطقة سهل الزبداني وتحقق السيطرة عليها تأمين اتصال جغرافي بين دمشق ومناطق سيطرة ميليشي حزب الله اللبناني الحملة العسكرية بدأت الجمعة الماضي وتسببت بخروج محطة ضخ المياه الرئيسية لينبوع عين الفيجة عن الخدمة لسبب ذلك تعاني عدة مناطق في العاصمة السورية أزمة مياه حيث ينقل خط امداد تحت الأرض في منطقة وادي بردة نحو 65% من المياه إلى أحياء دمشق مريش حادي العربية